تساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر لخدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة أداء فريضة الحق لهذا العام كما أعرب الرئيس السيسي عن الإشادة والثناء البالغين بما شهده ولمسه من حسن تنظيم الرائع من السلطات السعودية لمناسك الحق والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي تمأنينة ويسر وتوجه الرئيس السيسي بالتهنئة لجموع المسلمين بمناسبة عيد الأطحى المبارك أعضه الله على المصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأطحى المبارك وقد أعرب الرئيس السيسي في تهنئته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهنيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة سائلا المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والسعادة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الأطحى المباركة حيث هنأهم سيادته بالعيد وتمنى لهم عيدا سعيدا مباركا وقد طلق الرئيس السيسي برقية تهنئة بحلول عيد الأطحى المبارك من كبار الرجال الدولة أعربوا فيها عن أصدقي تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصر العالية بمزيد من التقدم والرقي والازدهار يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج حيث بدأ أكثر من 1.8 مليون حاج أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منا برمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر حيث يبدأون بنحر هديهم ثم طواف بالبيت العطيق والسعي بين الصفا والمروى ذكرت وكالة رويترز الأنباء أن الجيش الإسرائيلي قال اليوم أنه سينفذ وقفا تكتيكيا يوميا لنشاط العسكري في أجزاء من جنوب غزة لسماحي بتضفق المزيد من المساعدات إلى قطاعي بعد أن حضرت مرضمات الإغاثة الدولية من أزمة إنسانية متزايدة وأضاف جيش الاحتلال أن النشاط العسكري سيتوقف اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السابعة مساء يوميا حتى إشعال آخر وذلك على طرق الطريق المؤدي من معبر كرم بوسالم إلى طريق صلاح الدينة ثم إلى الشمال أعلن البنتانجون أن وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنتي سيزور واشنطن قريبا لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكية لويد أوستن حول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس هذا ولم يحدد موعد زيارته بعد لكن الهدف الاجتماعي مع أوستن هو مواصلة النقاش في تطورات الأمنية الجارية في الشرق الأوسط وتدفع إدارة الرئيس جو بايدن باتجاه وقف لإطلاق النار تقول إنه مدعوم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو